حي الموظفين أعتقد مقاطعة 73 مقاطعة 73 نعم بياس النخبير حي الغدير نعم ممكن نعرف شو المشكلة يعني أقصد حل المشكلة اللي هم أكثر شي يذكروها إنه شوارع لحد الان ما مبلطة بالمشروع عمالتهم ومشكلة عندهم بالكهرباء نعم الإفراز 73 اللي هو وزع السيد محافظة الوصلة مؤخرا نعم إلى موظفي البلديات من ضمن الإفرازات اللي وزعت من قبل السيد محافظة البصرة وزعت نفس المقاطعة إفراز 81 للأكاديميين وإفراز 75 لذوي شهداء الحجر الشعبي رحمهم الله ومقاطعة 73 وزعت إلى الموظفين البلدية هذه ثلاث مقاطعات بعد ما وزحها السيد محافظة البصرة تقريبا 2018 في 2019 تحولت إلى مشروع كإفرازات ليس كسكن ففعلا المشروع يعني الحمد لله وشكر أخذ استمراريته والآن كمل البنى التحتية كملت المجاري الثقيلة والخفيفة والماء والكهرباء الضغط عالي المشكلة وين المشكلة؟ الضغط الواطئ ليس ضمن المشروع لأن أعتباره فراز جديد ليس ضغط الواطئ فقط ضغط الواطئ اللي هو 33 كيف الآن إن شاء الله ضمن المشروع ضمن موازنة 23 ينحال الضغط الواطئ حتى يقدرون الناس يسكنونه المشكلة وين صارت؟ بهذه المقاطعة 73 فقط الأكاديميين باعته فرازات وحتى 75 بس بمقاطعة 73 صارت بها حركة عمار بحيث سكنوا المواطنين قبل لا تكمل المنطقة فهنانا صارت تضارب بأن المنطقة بعدها ما كاملة باعتباره فراز جديد يعني تتوى من الحال انسكن من عدها تقريبا المقاطعة تقريبا 1600 بيت انسكن من عدها ما يقارب بأكثر من 300 إلى 400 بيت الآن فإن شاء الله على هذه الموازنة الضغط الواطئ يكمل ومع هذه إحنا كحلول آنية مؤقتة الماء نسحب لهم يعني شبكات الماء شبكات المجاري أيضا شبكات المجاري أيضا فقط الكهرباء أكو اتفاق مع الكهرباء على سحب محولات مؤقتة كهوائي يعني لأن المشروع الكهرباء دفن مو هوائي بس صارت شي مؤقت لأن سكنت ناس بي الشي مؤقت رح يصير ينسحب لهم محولات كهرباء هوائي إلى حين إكمال المشروع اللي هو أندرغراند